وعد رئيس حكومة نعم للإنقاذ نجيب ميقاط بإنجاز البيان الوزري خلال ثلاثة أيام فصدق لكن يبدو أن العزائمة لم تأتي على قدر تطلعات اللبنانيين المتعطشين للإنقاذ بعد تسريب مقتطفات من مسودة البيان جلسات مناقشاته لم تخلو من الخلفات على ملفات إصلاحية أساسية ليصف مراقبون البيان بنسخة ممقحة عن البيانات السابقة هذه المعادلة بحد ذاتها أبقت الخلفات على بعض المواضيع والدليل بالإجتماع الثاني للجنة إعداد البيان الوزاري عشو صار الخلف على ملفان كبار في ملف اسمه النفط أو ملف الطاقة ملف الطاقة لما بديك تحكي اليوم بملف الطاقة بديك تحكي عن البرنامج الذي يكون إنشاء معامل كهرباء جديدة ومحطات التغويز رجع المشكلة زيته بين نواب الطيار الوطني الحر وحركة أمل تحديداً خصص البيان فقرات للخطوات الاقتصادية الضرورية لبدء التفاوض مع صندوق النقد لكن خبراء اقتصاديين انتقدوا الاكتفاء ببند تصحيح القطاع المصرفي بدلاً من إعادة هيكلته مما يعكس استمرار سطوة المصارف على السلطة التنفيذية محذرين من أن الهبوط المستمر للدولار ما هو إلا هبوط وهمي القصة في مضاربين عم يستغلوا الأوضاع سلباً أو إيجاباً لما دللينا سنتين الأوضاع كانت منا منيحة بلبنان استغلوا هذا الظرف ضربوا رفعوا سعر الدولار لمستويات الـ 21 ألف اللي هي مستويات ارتفشل اصطناعية مش مفروض يكون هيك السعر اليوم لما تحسنت الأوضاع صار في عنا صدمة إيجابية دستورياً ينتهي عمر هذه الحكومة بانتهاء مهمتها بإنجاز الانتخابات النيابية لكن عزمها على الإنقاذ إن صدق يعكس نية الأحزاب التي شكلتها بضرورة البدء بالإصلاح أقرت الحكومة بيانها الوزاري خلال وقت كياسي على أن تمثل الإسبوع المقبل أمام مجلس النواب للحصول على ثقة نوابه المضمونة لكن العبرة تبقى في التنفيذ غنوي يتيم الحدث بيروت